و لا يخفى عليكم أن أعظم قلة للعقل هو سلوك مسلك غير الإسلام فهذا وإن كان صاحبه عبقريا في دنيا إلا أنه ضعيف العقل وسفيه العقل و قد قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون فمهما كانوا متقدما في دنيا و عبقريا في أي فن من فنها في ذرة في طب في هندسة في أي فن و هو منكر لخالقه أو مشرك فوسفيه ضعيف العقل لأنه جاء عند أهم المهمات و لم يخطر و لم يوفق للوجه الصحيح منها فعبد مع الله آلية النخرى فخفة العقل كل كافر سفيه كل كافر سفيه ضعيف العقل و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه موسيقى